أسفرت صدامات عنيفة وقعت في بريشتينا عن سقوط أكثر من ثمانين جريحاً بينهم ستة وخمسون في صفوف قوات الأمن في مواجهات مع ألاف المتظاهرين الكوسوفيين الذين كانوا يطالبون باستقالة وزير صربي متهم بإهانة ألبان كوسوفو وقد رشق المتظاهرون الشرطة بالحجارة التي ردت باستخدام الغاز المسيّل للدموع أمام مقر الحكومة في بريشتينا حيث أوضحت الشرطة أن أكثر من مئة متظاهر اعتقلوا في أعقاب هذه الأحداث حكومة جمهورية كوسوفو تدين الاستفزازات السياسية والعنف ضد المؤسسات والمواطنين والممتلكات الخاصة والشرطة وتعتبر أن الهدف من ذلك هو التحريض على الانقسامات العرقية وأثار وزير العمل أليكساندري بلانوفيتش غضب الألبان عندما وصف المتظاهرين الذين منعوا قبل أسبوعين مجموعة من الصرب من زيارة دير بمناسبة عيد الميلاد الأرتودوكسي في غرب كوسوفو بحجة أن مجرمي حرب بين الحجاج بالهمج ولكن الوزير اعتذر لاحقا وبشكل علني إلا أن تصريحاته أثارت تظاهرات واحتجاجات من قبل الألبان الذين يمثلون أكثر من 90% من سكان كوسوفو ترجمة نانسي قنقر